السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوتي أخواتي في فيديو جديد حول زلزال المغرب فأولا نسأل الله عز وجل مرة أخرى دائما وأبدا أن يتقبل إخوانا الضحايا في الشهداء وأن يغفر لهم ويرحمهم وأن يسكنهم في فسيح جنانه كما أسألوا عز وجل أن يصبر أهلهم وأن يعوضهم خيرا منه ففي هذه الظروف الصعبة رأينا أن الإخوة المغاربة من داخل المغرب ومن خارجه يعني يتسابقون إلى الخيرات يشارون منتجات أكل والشرب وغطاء وألبيسة وغيرها ليساعدوا ليساعدوا إخوانهم في هذه المناطق المنكوبة فلاحظنا الكثير من الإخوة خصا داخل المغرب أنهم كما قلت يتسابقون لشراء المواد الأساسية وإرسالها إلى هذه المناطق المنكوبة لكن السؤال المطروح من هو المستفيد الأكبر فهل رأينا مثلا من الدولة أنها في هذه الثالث الأيام التي أعلنتها فيها الحداد هل نخفضت أو نقصت أو أزلت الضريبة مثلا على المنتجات الطيبية أو أنها مثلا الشركات في نفسها اللي فرحانا بزاف أنها كتب إعدابها فهل هي خفضت الأتمينة أو درت شي مبادرة لا نحتاج لنا فقط الناس ديالة الشعب هم اللي يتسابقوا لهذه الخيارات فنداء ديالي لكل الشركات عامة والآن أتوجب هذا الخطاب إلى شركات الاتصالات في المغرب اللي عليها شركة ما وقت لكم هو أورانج وإنوي سنطلب منهم إلى في هذا الفيديو نطلب منهم إن شاء الله يساعدوا الناس ماشي بالفلوس لأن الفلوس صعيبة عليهم يخرجوها فكن طلب منهم يساعدوا على كما دارت ألمانيا عندما اجتاحت روسيا أوكرانيا فعندما اجتاحت روسيا أوكرانيا جاء اللاجيون الأوكران إلى ألمانيا وما نتكلم عن المساعدات اللي عطيتهم للدولة من ساكن ولباس وأكل والشرب وراتب شهري وغيرها نتكلم عن اللي دارته الموقف هذا غير مثال واحد الموقف ديال اتصالات ألمانيا دويتش تيليكم شنو دارت دويتش تيليكم صنعت أكثر من 400 ألف نصف مليون تقريبا 400 ألف بطاقة سيم وعطيتها للأوكران وزعت عليهم وعطيتهم فيها رصيد وإنترنت غير محدود وهناك اللي عنده إنترنت ميتين جيجا في الشهر كاتجي وليسانكسجي على حسب تليفون وعطيتهم مساعدات يتصلوا بالأهل ديالهم وفي أوكرانيا وللأهل ديالهم هنا في ألمانيا ولفي أوروبا كل اللاجيين للأوكران سهلت لهم الأمر هذي دويتش تيليكم أو اتصالات ألمانيا بالمجدن وقد رأيته بعيني السنة الماضية يعني بعض الشباب عندهم أكثر من ميتين جيجا ولجي تديرها أنت إذيك ميتين جيجا بالفلوس هتكلفك بزاف ديال الفلوس غالية بزاف يعني اللي أعطيه عشرين جيجا في الشهر ركسك تخلص له حتى ثلاثين ولا أربعين ولا تستين أورو على حسب الشركة أما هذي الأوكران أعطيهم ميتين جيجا كل اللي أعطيه اللي محدود على حساب المنطقة وللمدينة ولا على حساب الشخص كدير وش كبير ولا صغير المهم هذه كانت مبادرة جيدة وكانوا فرحانين بها وكيتتصلوا بها بسميتو ومن هدلش عاوتين على شركة ديال المواصلات وغير يعني بزاف ديال الأشياء هذو الأوكران اللي دخلوا الألمان فما بالك نحن المغاربة بيناتنا فيحب بدا يا ريت أن اتصالات المغرب وإنوي وأورنج يطلقوا للناس في المناطق المنكوبي ويتلقوا لنا غير ثلاثيام ديال الحداد غير باش الواحد يسول على عائلة ديالوغ يتصب العائلة ديالوغ داخل ولا خارج الوطن الناس اللي كيقلبوا على والدهم كين اللي بغي يشوفوهم بالفيديو وكين اللي ما عندوه حتى عشرة درام باش يشارجي هذيك انجيغا اللي كتبتيه فرمشة عين يلا اطلقوا واحد الفيديو في اليوتيوب ولا في الواتساب فيديو كي يبشي لك نضغياء هذيك الجيغا فيا ريت يكون عندهم شوما الضمير يديروا شيء مع أخوتهم وما يبقوا ش طمعانين وما يديروش بحال الناس اللي يركبوا على هذي الموجة ولا وغير في اللايفات خدامين غير في اللايفات بحال مثلا مسلمة على الشاب مني جاكس العالم لقينا هو كيحلل في المباريات وكيدعاء انه خابير في الكورات القادم جاة كورونا ولا عوثاني كي يدير نصائح وهذه وكي يعود نفس الفيديوهات جاة دبايا عوثاني الزلزال خليها فين ما جي شيء كي تلقاه كي يهضر فيها ولا لشيء إلا لرفق نسبة المشاهدات وقد وصل لها هذي يومين البارح ولا نهار السبت ولا الحد البارح ولا والبارح رأى وصلات 117 ولا 120 ألف كثر من 120 ألف مشاهدة في فيديو حول الزلزال فيا ريت الناس اللي عندهم ضمير ما يستغلوش هذ الموجة لأن الناس المنكوبين والناس الضحايا ممكن يكونوا من العائلة دي أنا ممكن يكون أنا ممكن كنت ممكن أي واحد يجيز الزلزال وهذا ما شيء أول زلزال وما شيء آخر زلزال لأنه مزاجين الزلزيل ومزاجين تنامي وكل شيء ممكن في هذا الشيء وهذا الشيء بقدر الله يعني هذا الشيء من نهار لخلق الأرض يعني الله عز وجل الأرض وكانوا هذ الكواريت وهذا يعني إما عقاب الله عز وجل أو أي شيء سميه كما شيء لكن هذا ما غدش يكون أول مرة بهذا الدواهر لا في المغرب ولا في غيرها لو خد تكون في مكن شيء ممكن يصيبك انت فلهذا أطلب مرة أخرى من هذه الشركات أن تساهمها وأن تفتحها يعني ريزو لهذه المناطق المنكوبة اطلق إليهم إما لا محدود ولا 20 جيجا ولا 50 كل شيء ممكن يكلفها حتى سنتيم كل شيء عندها فابور سواء جيجا ولا 100 جيجا ولا ديال الأنترنت ما يكلفها حتى شيء حاجة وباش نبينه إحنا للعالم أننا إحنا يا شعب يعني ما كنستغلوش بعضياتنا وأننا كلنا يد وحدة والحمد لله ونسأل الله عز وجل أن يرزوق كلنا كلنا إحنا يا كاملين اللي بقلوبنا وللنس اللي يساعدوا لا بالماديين ولا معنويا نسأل الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال وأنا يرزوق للصدق والأخلاص في الأقوال والأعمال وأحوال إنه لي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر